مرحباً ويأهلاً وسهلاً فيكم جميعاً أتمنى لكم الخير والصحة والعافية ونادي معاكم واليوم أنا رح أجودكم على السؤال اللي دائماً بتسئله شو هو النظام الغذائي اللي أنا اتبعته بس قبل ما أدخلكم عن الصراع اللي أنا عيشته حتى أوصل للنظام الغذائي حابة إني أنا بس أذكر بعض النقاط نحطها في الاعتبار أول شيء إحنا لازم نعرف إنه كل إنسان طبيعة جسمه تختلف عن الآخر يعني عندنا العمر أعمارهم صغيرة عندهم سرعة الحرق أكتر الرجال معروف إنه عندهم سرعة الحرق برضو أكتر عندنا الحركة اليومية والنشاط هذي كلها بتأثر على كل جسم إنسان بطريقة أو بأخرى لذلك أنا ما اتبعت الأمانة ولا نظام من الأنظمة يعني خاصة أنا كنت أشوف المغريات في السوشال ميديا إنه ننزل خمسة كيلو في أسبوع أو عشرة كيلو في أسبوع أنا بنصل إلي هذا كان مستحيل وغير منطقي يعني إني أنا أنزل أنا ممكن أنزل بس إني أنا أنزل بالسرعة هذي هذا الوزن كليته ومن غير ما أنا أثر على صحتي يعني ما ما أثر على وظائف الكبد والكيلو وعملية الهضم يعني إحنا بنعد أدي حتى هذي تاخد فترة لحتى هاي الدهون تتراكم في جسمنا فمش الطبيعي إنه إحنا فجأة إنه هيك ننزل لأنه أكيد أكيد رح يأثر على نفسيتنا وبعدين طلعنا على الرأي الطبي وبقولوا نص كيلو لكيلو في الأسبوع فحتى إنه نعرف إنه إحنا ماشينا على نظام صحي حتى إنه في الأنظمة الثانية النظام المؤقت أنا بسميه اللي هو إنه نمشي ثلاث شهور أربعة شهور على نظام وبعدين إنه نرجع لطبيعة أكلنا يعني الطبيعي اللي أنا شفته حتى من الناس يعني بصير عندهم إحباطات نفسية وبصيروا يعني بينطوا من نظام للتاني بطلعوا وبنزلوا وبطلعوا وبنزلوا بالآخر بصير الإنسان عنده يعني شوت داون الهرمونات بتوقف يعني حتى لو عاش في جوع ما رح يقدر إنه هو يخسر فاللي أنا بدي وصل لكم يا إنه الواحد التركيز ما يكون على إنه الوزن يكون التركيز على الصحة إنه الواحد يبدو يقول إنسان إنه يكون الجسمه كويس وشكله كويس وكلنا عندنا هادي الرغبة ما في حدا إنه ما عنده هاي بس إنه إيش الفائدة إنه إحنا نخسر وزن بسرعة وبعدين إنه نرجع ندخل وبعدين نخسر وزن وبالآخر صحتنا هزيلة شكل مضعيف أنا ما كان هذا همي أنا كان همي إنه أنا ألاقي الأكل اللي أنا أبقى سعيدة يعني أبقى حاسي إنه دايما فيه نشاط لأنه هو إحنا يعني لازم نعرف إنه الأنظمة الغذائية اللي نمشيها أيا كانت تكون هذه حقيقة بتأثر على طريق تفكيرنا على نفسيتنا على روحنا على مرحنا على نومنا يعني كل هذا إله أثر يعني من طبيعة الأكل اللي إحنا مناكله لذلك أنا كنت أبحث عن شو هو الأكل اللي بدأ أعيش طول عمري وأنا حاسة إن أنا مرتاحة حاسة إنه أنا ما عنديش أوجاع ما عنديش ألق ما عنديش ضغط نفسي ما عنديش إنه ألق في النوم كمان فبضل الله تعالى خطوة خطوة قدرت إني أوصل وصدقوني لما قلت لكم صراع هو صراع بس أنا حواقف هنا وأكملكم إن شاء الله في فيديو تاني بس حبيت أعطيكم نبس نبذة في البداية وإذا عندكم أي سؤال حطوا ليها في الكومنت إن شاء الله أنا أرد عليكم وأتمنى لكم الخير والصحة والعافية وأستوضعكم الله في فيديو آخر باي باي ترجمة نانسي قنقر